صباح الخير بنصاب عليكم مع يوم جديد مليان بكل الخير والأمل لكل مشاهدين ودائما ما نؤكد أن بالعمل وبالعمل فقط نصل إلى ما نصبه إليه ونحقق ما نتمناه من تقدم ورفع لهذا الوطن مجموعة من فقرات المتنوعة نلتقي معكم من خلالها حديث الاكتشافات الأثرية الجديدة واللي يمكن كل يوم بتطلعنا وزارة الأثار بالعديد من الاكتشافات الأثرية اللي بتتواجد في مختلف ربوع مصر من تركيز خلال الفترة الأخيرة أو يمكن معظم الاكتشافات في منطقة سقارة والمنطقة المحيطة بها المليئة بالعديد من الآثار هنتحدث عن الاكتشافات الأثرية الجديدة وقيمتها في الإضافة للعديد من الاكتشافات الثابقة من خلال لقاءنا مع الأستاذ علي يحيى المشد السياحي والبحث الأسري حديث الرياضة دائما له مكان معنا كل يوم اثنين وفقراتنا الرياضية هتكون بالطبع عن اللقاء الأخير لمنتخبنا المصري أمام السنغال واللي انتهى بفوز المنتخب المصري بهدف للأشيء وغدا اللقاء الحاسم في العاصمة السنغالية داكار وإن شاء الله يكون التأهل لكأس العالم بقطر 2022 من خلال هذه المباراة ويعود منتخبنا بهذا التأهل الذي ينشده كل المصريين هيكون حدثنا عن هذه المباراة وتقييمنا لأداء المنتخب من خلال لقاءنا مع كابتن محمود سعيد المدير الفني السابق للفريق الأول لاتحاد الشرطة الرياضي مشاهدينا في كل مكان بندعوكم لتمرينات رياضية وتجديد النشاط مع بعض التمرينات الصباحية ثم نعود ونلقي الضوء عليكم مشاهدينا أهلا بكم معنا مرة تانية نتواصل معكم مع فقراتنا اليوم يوم الاتنين في بنصب عليك وقراءة السريعة لهم أخبرنا توجيه رئاسي لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع وتجديد الرقابة على الأسواق رئيس الوزراء يترقص اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رئيس الوزراء يتابع حركة السياحة الوافدة إلى مصر الحكومة تم في طرح بضائع مضبوطة من مخالفات تمونية للبيع بمنافذ أمان ورفة عمليات وزارة التموين تتابع ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان في المحافظة مشاهدين مندعوكم لهذا التقرير عن مجهودات وزارة الداخلية المصرية في بسط الأمن والأمان في مختلف ربوع مصر تابعوا معنا هذا التقرير التعليم الدراسة مستمرة حتى نهاية إبريل والامتحانات سبعة مايو التعليم أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون وفقا للنظام التقييم الجديد والصحة مصر خالية من شال الأطفال والحملة القومية للحفاظ على السجل الخالي اللقاحات المضادة للشال الأطفال آمنة ولا تتعارض مع التطعيمات الروتينية مطار مرسى عالم الدولي استقبل 11 رحلة طيران سياحية دولية والحضر في رسالة للجماهير من رحلة المنتخب السنغال دعوتكم بالنصر لمصر وأخيرا من أخبار التقس معنا اليوم تقس الاثنين ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة ورياح بكافة الأنحاء والعظمة بالقاهرة 23 والصغرى 12 الإسكندرية 21-12 مطروح 19-12 سوهاك 27-9 قنة 29-10 أسوان 33-12 وأخيرا سانت كاترين العزمة 16 والصغرى 4 مشاهدين هذه كانت قراءة سريعة في أهم أخبارنا معكم اليوم نلتقي بعد الفاصل وأول لقاتنا فانتظرونا بنصبع عليكم بكم معانا مرة تانية بنتواصل معكم على الهواء مباشرة وفقرتنا الأولى اليوم بنصبع عليكم بها كما نواهنا في البداية وحديث حول الاتشافات الأثرية الحديثة والتي قدمتها وزارة السيحة والأثار من خلال عمل العديد من البعثات المصرية اللي بتقوم بدورها بشكل كامل يمكن لأول مرة في تاريخ الاكتشافات اللي بتتم الاكتشافات ببعثات مصرية كاملة أو بأيدي مصرية كاملة بدون أي مساعدة من بعثات أجنبية أو دعم من خلال هذه البعثات هنتكلم عن أهم هذه الاكتشافات خاصة في منطقة سقارة اللي يمكن مليئة بالعديد من الكنوز التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة واليوم بعد يوم بنكتشف أثر جديد في هذه المنطقة دعونا في البداية نرحب معكم بضفنا في هذه الفقرة الأستاذ علي يحيى المرشد السياحي والباحث الأسري وأيضا المحاضر الأكاديمي أهلا بك معنا منورنا أستاذ علي أهلا وسهلا بحددكم أستاذ المشاهدين إيه موضوع بقى الاكتشافات يعني ليه تركزت في الفترة الأخيرة الاكتشافات في منطقة سقارة هو بس قبل ما نتكلم عن منطقة سقارة باعتبار أن احنا بنتكلم في العيد القوم لمحافظة الجيزة يعني محافظة الجيزة بنتكلم عن أهم أو أول عاصمة لمصر وأطلق عليها الملك نارمر منفيس مدينة عاش فيها المصريين منذ ألاف سنين فشيادوا منها العديد من الآطار بنتكلم عن منطقة هضبة الجيزة بنتكلم عن منطقة متراهينة بنتكلم عن منطقة أبرواش بنتكلم عن الهرم المنحنى للملك سينفرو بنتكلم عن منطقة أو مجموعة الملك جيدفراع ومنطقة سقارة لكن قبل ما نتكلم عن منطقة سقارة لازم نتكلم عن جبانة منف وجبانة منف اللي كان أطلق عليها نب حدج في بداية العصور الحديثة والعصر المتأخر وأطلق عليها من نفر اللي هي الأثر الجميل أو السابت الجميل وده ظهر في الأسرة السادة طب ليه سقارة هي محور الاتشافات الأسرية وده السؤال اللي بيسأله كل المصريين الموضوع بكل بساطة أنا عندي جبانة منفل بتنقسم لأربع قطاعات القطاع الشمالي اللي هو فيه مجبرة شيخ البلد مجبرة حيس راع السرديب لدفن طائر أبو منجل عند القطاع الأوسط وده حيس مجموعة زوسر الهرامية هرم تيتي هرم أسر كاف مجبرة ماريروكا القطاع الغربي عندي هرم أناس وإسرابيوم والقطاع الجنوب اللي هو مجبرة شيبس كاف وأهرام أهرامات أناس أهرامات الأسرة الخمسة والستة السؤال إيه اللي بميز سقارة عن منطقة أو عن جبانة منفل نتكلم عن أقدم فيها أقدم بناء حجر في التاريخ اللي هو هرم زوسر المدرد الذي فيه تحول البناء من الطوب اللبني إلى اللايمستون اللي هو الحجر الجيري على يد المهندس العظيم محطب بنتكلم عن منطقة سقارة اللي هي ما زالت أشهر جبانات منفل وما زالت أشهر جبانات منفل بنتكلم عن منطقة سقارة اللي على مر التاريخ لم تتوقف فيها العبادة طوالت تاريخ المصر القديم معنى إيه الكلام د يا أستاذ هاني؟ يعني منطقة دولة قديمة موجودة دولة وسطة موجودة دولة حديثة موجودة عصر متأخر موجودة بطلمي موجودة حتى لما نروح المتحف الحضارة المتحف الإبطي في الفستات بنلاقي دير بقايا دير الأنباء الرمية موجود من سقارة نحن نتكلم عن بانوراما للحضارة المصرية القديمة اللي هي موجودة في سقارة معنى كده أن ما تم اكتشافه ده ما يشكلش 20% من متحت الأرض يعني بالضبط يا فاند بالضبط بالضبط أحب نتكلم أن بداية كانت محور الاتشافات الأسرية من 2020 في بداية أول موسم أو أول موسم بأيدي مصرية خالصة أن نحن نكتشف المقابر من الدولة القديمة وبعضها من الدولة الحديثة وبعض ظهور المميوات الحيوانية اللي كانت بالقرب من معبد بسط بعد كده في الموسم الثاني اكتشفنا مجبرة في قمة الجمال ورابعة 65 تمثال كانت ألوانها زهية جدا وكل حاجة فيها كاملة يعني لو كلمنا عن الألوان الناس اللي بتقولي إزاي الألوان موجودة حتى لما اكتشفنا الخمس مقابر الفرنان هنتكلم عنهم الألوان احنا المصر القديم ما كانش بيعمل حاجة عشوائية أو اعتباط كل حاجة كان لها رمزية وكان لها سبات ودراسة احنا من خلال الرسومات والمناظر دي احنا اكتشفنا أهم حضارة في تاريخ الإنسانية اللي هي الحضارة المصر القديم اكتشفنا العقيدة عقيدة البحث والخلود من خلال المناظر دي لما نتكلم عن الألوان تشوف كان بيستخدم إزاي أكسيد الحديد في اللون الأحمر أكسيد النحاس في اللون الأزرق إزاي كان بيستخدم الفحم في اللون لسود خشب الفحم في اللون لسود إزاي كان بيستخدم الجبس في اللون لبيض يمكن طبيعية الألوان ده هو اللي ساعد على استمرارها للسنوات طبعاً اللي تأمل في الفنون المصرية القديمة وتأمل في المناظر قد إيه قدر أن العمل ده كان فنان عنده حس فني من خلال التجارب الفنية المناظر اللي انا شفناها النهاردة دي هي نبعة من تجارب فنية من فنان مصري اللي خلينا ننبهر أكتر حد نتكلم في دولة قديمة وعاصمة متأخر يعني قد إيه الفنان كان نواصل لدرجة من الفن ودرجة من الإتقان عشان يطلع لنا الحضارة عشان يطلع لنا المناظر احنا بنشوفها النهاردة في المقابر الملكية والمعابد لما نيجي اكتشفنا بعد كده الموسم الثالث ما يعرف بخبيئة المميوات المقدسة اللي هي الحيوانية وهنا بيجي السؤال هي ليه الحيوانات دي كلها يعني ليه اكتشفنا الحيوانات دي كلها منطيق سقارة قلت حديدك لم تتوقف فيها العبادة على مدار التاريخ إذن كان في عبادة يعني كان طبعا أنا رايح بقى معبد رايح للإلهة بسطة هروح لبيدي فاضية يعني لازم تاخد بكيوارد وبتاع والإلهة بسطة دي القطة المعروف فكان لازم ياخد معاه قربان للإلهة بسطة فياخد قطة معاه كقربان فلقينا مجموعة من لقينا الحيوانات دي كلها المميوات الحيوانات دي كلها موجودة في سقارة في الموسم اللي بس يعني القربان بيتحنط طبعا دي غريبة شوية يمكن الرسالة بتاعتي عن التفسيرات البيلوجية للكيوانات مقدسة أن إزاي كان المصر الأديم كان عنده علم بالعلم البيولوجي هو مقدس الحيوان لإلهه لكن قدس الحيوان لصفته البيولوجية يعني قد إزاي المصر الأديم كان عنده علم بعلم التشريح والعلم البيولوجي عشان كده كان الحيوان كان بالنسبة له آه كان فعلا كان يقدسه كان يحنطه عشان هو كان بالنسبة له كان حاجة كبيرة لما اكتشفنا في الموسم اللي بعده الآبار وليقينا مجموعة من التوابيت 59 تابوت بنفس الألوان الزاهي بدأت الناس تسأل أول مرة نشتغل كبعثات أسارية في موضوع الآبار ليه الآبار دي كلها احنا قلنا ان هي مكان للعبادة فبالتالي أنا عايزة اتدفن جنب الإله أو جنب الآله فيقول له والله طب انا ايه أنا ممكن اعمل لك ايه بير هو بير مش بمعنى عشان بس نوضح للأستاذ المشاهدين مش بير مية يعني لا هو بير هو مكان في مطل الأرض ينزلل سبعة متر تمانية متر وبينزل تحت ايه من المجبرة هي دي الأبار بالمنظور الأثري اه لكن احنا على مرة تاريخ كنا بنشوف المجبرة لها مدخل وندخل للمجبرة لكن اول مرة ننزل بير سبعة متر لحت الأرض ونلاقي المجبرة وملوش مدخل الا من فوق من فوق اه فبدأ اللي عايز يتدفن بجوار الآلهة ده يقول له طب انا انا ممكن انا بان عندي فكرة ممكن اعمل لها كبير وحط لك التوابوت بتاعك فيه اه فبدأ يحط التوابيت فواحد تاني طب انا ليه باندي طب ده ساعد على حفظ افضل برضو؟ يعني ده ساعد على ان الحفظ يكون افضل لا هو هو بزق التسعة وخمسين توابوت او التوابيت اللي احنا لانها لانها جيدة للحفظ لان احنا كمان احنا كنا بندور كمان ان احنا كنا متأكدين ان فيه وارشة لصناعة التوابيت دي كلها اه دي لسه لم تكتشف لم تكتشف بس حيلوها اه ان شاء الله المصريين عندهم عزيمة باذن الله اه فبدأ يبني توابوت جوا توابوت طب فيه واحد تاني لما اكتشفنا في الاكتشاف الحديث لقينا بقى بير وجنبه تحت البير غرفة دافر ده بقى اللي هو ايه حكام الاقاليمي اللي انفوزهم زادت فهو مش عايز يعمل توابوت بس ده عمل كمان غرفة دافر تحت البير ومن هنا ظهر ما يعرف بالقبار اللي هي المصرية القديمة الاكتشاف اللي بعده كان برئاسة الدكتور زالح حواس واللي اكتشفنا تواريخ ايه كل يعني ده كل ده من اول عشرين عشرين بك انا محذراك من اول عشرين عشرين لحد يعني هبدا انك ندخلين في الاكتشاف الخامس اه بالضبط كده اكتشفنا المالكة نيت معبد للمالكة نيت ودايما نقلنا الاكتشاف ده دايما يقولك الاكتشافات ده كلها هتضيف لإيه ها دايما بنقول جملة كده بدون الأثر لقيمة للتاريخ وبدون التاريخ لقيمة للأثر يعني لو مرشد سياحي وقف قدام أثر وما عنديش معلومة تاريخية أنا مش عارف أقول أي حاجة وفي نفس الوقت لو أنا عندي معلومة تاريخية وما عنديش أثر ثابت أطلع منه معلومات برضو مش أطلع حاجة فالاكتشافات الأثرية هي بتغير معاني التاريخ وبتغير مفهوم التاريخ من أول وجديد ممكن تكون في نظريات إحنا اشتغلنا عليها يجي اكتشاف يغير جميع النظرات دي كلها بعد كده بدأ الاكتشاف في شهر تسعة عشرين واحد وعشرين اللي هو الاكتشاف الحديث وتغير المكان الحفر لجنوب سقارة اللي بيميز المكان ده إنه هو المكان ده ما حدش يشتغل فيه من ألف تنمية واحد وتمانية تبدأ القصة والحكاية من عند شخص اسم ليبسيوس الراجل ده اكتشف مدخل هرم ميرن راع وماكملش الاكتشافات بتاعه الحفر بتاعه لحد ما يجي مزبره فقام الف تنمية واحد وتمانين ويكمل ويلاقي ممياء ميرن راع ويلاقي تمثال من النحاس في قمة الراع والجمال محفوظة حاليا في المتحف المصري بالتحرير لكن الراجل ده دون تدوينه كده في تدويناته قال إن أنا على بعد مئة متر لقيت مذبرة لشخص بدعه ايارت مين هو ايارت محدش يعرف عنه حاجة طب اكتشافته فين مداش أي تفاصيل لحد ما تيجي البعث في شهر تسعة اللي فات؟ ده تسعة اللي فات ده 21 و 21 اللي هو أعلن عنه من أسبوع خمس مقابر فرعونية بترجع لأربح تلاف عام عمرها أربح تلاف عام مين هم الخمس مقابر؟ لموظفين وأشخاص عاشوا في عهد الملك من الراع وبداية عهد الملك ببيئة تاني بترجع للدولة القديمة وبداية العصر الانتقال الأول بالضبط كده وعرفنا مين ايارت ده بقى؟ واحد من كبار رجال الدولة؟ من كبار رجال الدولة لما جينا شوفنا أول مكبرة لشخص بدعه إيري إيري؟ 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 نزلنا البير لقنا ورفة الدف لقنا مجموعة من المناظر أنت تتكلم دولتي على آخر اكتشاف الأخير الآن خمس اكتشافات الأخيرة خمس مقابر لقينا مجموعة من المناظر الجنائزية القرابين مناظر للقرابين موائد القرابين مناظر للزيوت السابع اللي كانت بتشتخدم في الشعائر الدينية الأواني الكنوبية الأواني الكنوبية وعملية التحنية اكتشفنا كمان وجهة القصر وجهة القصر ولقينا تابوت ضخل لكن طبعا فاضي فاضي كانش فيه المومية حتى؟ لا ولقينا مجموعة من اللقاء الأسارية اللي بترجع لصاحب المجبرة ايه اللقاء الأسارية؟ عشان اللفظ ده الناس برضو عايز تتعرف عليها اللقاء الأسارية تماثيل صغيرة قطع صغيرة من التماثيل ده بنطلق عليه اللقاء الأسارية الجعران الجعرين التمائم ده اسمع لقاء أسارية ده اسمع لقاء أسارية بالمفهوم الأسارية المجبرة الثانية ده لزوجة إيارة دي بير مستطيل الشاك ولقينا في المجبرة الثالثة كانت لشخص يسمى بيبي نفر وبينفر ده كان ليه حكاية يعني احنا كمان لما حضرتك بتقول البير احنا بننزله سبعة متر احنا كمان مش بنعمل سياحة ثقافية بس احنا كمان هنعمل سياحة مغامرة إن الزاير لما هينزل هينزل سبعة متر عشان يشوف إبداع بس هنعمل له سلم يعني هيتعامل مصار للزيارة هيتعامل مصار للزيارة وينزل الزاير سبعة متر تحت الأرض عشان يشوف إبداع المصريين بس ده عايز شغل على فكرة شغل جامد قوي يعني انت برضه عشان ينزل لازم تبرضه تعمله فتحات تهوية لازم تعمله إضاءة يعني فيه حاجات لوجستية عشان تساعد حقا جميع المقابر فواد الملوك ده تعمل مصار زيارة وتعمل شغلة عالية احنا كمان بنقول الاكتشافات الأثرية في سقارة خلتها محور للسياحة والرحلات ودفعت الدولة المصرية أنها تخلي منطقة سقارة تواكب هضبة الجيزة بسبب ما فيها من أسارية وهي فعلا خلاص يعني بنفس القيمة بنفس القيمة التاريخية والقيمة الأثرية ده احنا كمان لسه بالعكس فيه بعثات لسه شغالة يعني لسه لسه ان شاء الله الأيام جاية نكتشف طبق هي منطقة أهرامات الجيزة بلهاش علاقة خالص مسقارة يعني دي مرحلة ودي مرحلة ولا ده امتداد برضه لجبانة منف اللي احنا بنكلم عليه لا امتداد طبعا امتداد لجبانة منف اللي بيميز دايما يعني احنا دايما بنقول ان سقارة يعني كان يقولك انحنا ندفن في الغرب تمام الفكرة كمان ان الناس بدأت في الوقت ده تتواكب مع الآلهة اللي موجودة ان هي تتقرب للآلهة فبدأ من هنا ما يعرف بجبانة منف او ما يعرف بمنطقة سقارة طب احنا بس قبل وقتنا بين تيلي يا فضلنا دقاء قليلة انا عايز ابرز للاستاذ المشاهدين قيمة ان هذه الاكتشافات ببعثات مصرية احنا الاول طبعا احنا عارفين ان ان الاجانب حتى في التقرير بيقول ان الاجانب هما المكتشفين ده احنا من عشرين عشرين وبدأنا نشتغل بايدة مصرية كاملة 100% 100% بايدة مرممين مصريين اللي شغالين في المواق منقبين مصريين مصريين ايدة مصرية خالصة ما فيش ما عادش فيه اجانب الجسات اللي بتقول ان هنا فيه كذا وفي كل مصر كل مصر هي أيدي مصرية خالصة إحنا كمان إحنا دايماً حتى إحنا كمصريين بنحط البصمة بتاعتنا يعني حتى المصريين لما نروح المواقع الأسري بنشوف قد إيه همت وابداع المصريين في المواقع الأسرية لأنه أكتر واحد هيبقى حافظ على تاريخ ويحافظ على الآثار ومثلات اللي بترقصها وزارة السياحة والآثار هي كلها بأيدي مصرية خالصة إحنا بس قبل عشان وقتنا في مجبرة لحوني ده حوني ده كان ليه العديد من الألقاب الساميري الأوحد العمدة الأمير الوراصي الرجل خد كل الألقاب الوظفية من عصر الملك مين بقى؟ حب نكلم في الدولة القديمة حوني أه حوني الساميري الأوحد المشرف على القصر العمدة الأمير الوراصي المشرف على البستان ومجبرة لسيدة كانت اسمها بيتي ده كانت المزينة الوحيدة للملك آه يعني للملك آه للملك آه يعني اللقابها المزينة الوحيدة للملك مش بس كده ده كانت كاهنة للإلهة حطحور أو المعبودة حطحور إلهة الجمال والطفولة والأمم عند المصر الخطي تاريخ المصر القديم مليء بالأسرار اللي بتكتشف يوم بعد يوم ولازال في باطن الأرض يمكن كثير والكثير من الأثار المصرية بشكرك جدا على ذا اللي قال الأستاذ علي يحيى المرشد السياحي والبحث الأسري والمحاضر الأكاديمي نورتنا النهاردة وكل سنة وانت طيب وحضرتك طيب الشعب المصر شاهدينه في كل مكان نلتقي بعد الفاصل وفقريتنا الرحيم